اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واتشاف اكتر وشايروا الفيديو للاهل والاصحاب واشتركوا لو انت اول مرة بتشرفوني وجزاكم الله خيرا خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة سمينا بسم الله اصحابي معي اتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة لو البيض عندك صغير يعني يكون حجمهم متوسط لو صغير لازم تضيف بيضة ثالثة اوكي نزلت بكوب ونص من السكر والوصفة اصلا فيها كوب واحد من السكر لكن انا السكر اللي عندي مش بيحلي فلو عندك السكر تحليته عالية اكتفي بكوب او كوب وربع ونزلنا احنا هنستخدم طبعا عصير البرتقال للطبيع حوالي ثلاث برتقالات كده متوسطين الحجم وقبل ما نعصرهم اخدنا بشر البرتقال ما نوصلش للإشرة البيضة عشان بتبقى فيها المرارة بتاعة البرتقال زي ما انتوا شايفين هفضل كده حوالي دقيقتين اقلب حتى السكر والبيض وبشر البرتقال يندمج ويبدأ يفتح زي ما انتوا شايفين كده ولو السكر يكون حبيباته نعمة عشان يسهل عليك انه يدوب بسرعة ما ياخدش منك وقت هنا اصحابي هننزل بكوب الا ربع من الزيت واختاروا طبعا نوعية زيت تكون فتحة ما عندهاش ريحة نفازة عشان ده بيأثر على طعم الكيكة ما تديكش كيكة غمقة وطعمها مش حلو بندمج زي ما انتوا شايفين برضو الزيت مع البيض والسكر بمنتهى السهولة هنزل بكوب من عصير البرتقال زي ما انتوا شايفين طبعا احنا بنستخدم الكوب المعياري اللي ساعته 250 ملي للسوايل 125 جرام للطحين 200 جرام للسكر 200 ملي من الزيت و200 ملي من العصير او الحليب ده الساعة بتاعة الكوب المهم ان انت تتوحد الكوب والاكواب المعياري دي صراحة بقت متوفرة في كل المحلات وسعرها رخيص جدا هي والملاعق المعيارية هتوفر عليك كتير للناس اللي ما عندهاش ميزان هنا اصحابي اضفت معلقة صغيرة من الخل وهنا بقى معايا 3 كوب من الطحين شلت منه معلقتين واضفتهم بودرة الكاسترد عشان يديني لون حل او تقدر تستبدلوها بالنشا فيه ناس كتير بتحب تحط في كيكة البرتقال نقطة او نقطتين من اللون الاصفر او اللون البرتقالي يعني انا النهاردة محبتش حط الوان حبيت خليها طبيعية كده وبحس تكون كيكة سهلة وسريعة لو انتوا حابين تبقى لونها اصفر تقدروا تضيفوا نقطة او نقطتين من اي ملون طعام طبعا ملونات الطعام اللي هي خاصة بالاكل بتبقى صحية ومصرح بيها في كل الدول يعني هنا اصحابي بنبدأ بقى الطحين نضيفه على دفعات طبعا الكيكة دي اللي مش عايز يشتغل بالمضرب اليدوي يقدر يعملها في الخلاط يقدر يعملها في المضرب الكهربائي براحتكم بس احنا في ناس كتير لما بنشتغل بالأدوات بتقول انا ما عنديش أدوات فبالتالي النهاردة سهلناها وقلنا نعملها بطريقة سهلة وسريعة عن مضرب اليدوي موجود عند الناس كلها هنا اصحابي هنبدأ زي ما انتم شايفين كده ندمج المكونات حتى يختفي الطحين خالص ويبقى الخليط معانا ناعم وما فيوش اي تكتلات من الطحين طبعا من اول ما بدأت اشتغل في الكيك لازم تبدأت تسخني الفرن بتاعك بنبدأ نسخن الفرن لان الكيك لازم يدخل على فرن ساخن ايش السبب انه يدخل على فرن ساخن لما بنحط المادة الرفعة في الكيك فطبعا هي بتشتغل مباشرة فلو دخل على بارد على ما الفرن يسخن المفعول بتاع المادة الرفعة البيكين باودر بيقل فبالتالي الكيكة مش بترتفع معاك هنا بقى الخطوة اللي بتدي هشاشة جدا للكيك وطبعا هنا معنا معلقة ونص كبيرة من البيكين باودر هاتهى معايا هنا معلقتين كبيرة اللي هما ما يعادل ربع كوب صغير من عصير اللمون اللي مايريد المكس بتاع اللمون والبرتقال مع بعض يقدر يستبدلها بعصير برتقال عادي يعني بس انا حبيت المكس بتاع البرتقال واللمون اعطي كده طعم حمضيات حلو اللي مايفضل الطعم ده يقدر يستبدل ربع كوب بربع كوب من عصير البرتقال بننزل بمعلقة ونص كبيرة من البيكين باودر زي ما انتو شايفين في عصير اللمون او عصير البرتقال بيحصل الفوران ده وهو ده اللي بيديني هشاشة للكيكة غير طبعية كأنك عاملها في عجانة وأخدتي وقت كتير في خلط البيت وطبعا أغلب كيكة البرتقال اللي بتبقى كبيرة بتبقى مستخدم فيها أقل حاجة أربع لخمس بيضات طبعا أصحاب الفوران ده بقى هو البيت دي هشاشة جدا للكيكة كأنها معمولة في عجان وطبعا أنتوا عارفين أن الكيكات اللي بتبقى كبيرة كده أقل حاجة بتحتاج أربع لخمس بيضات لكي احنا بنحاول يعني الواحد بيجرب ويقلل في المقدير شوية عشان الناس تقتصد أنت عارفين الغلاء دلوقتي على الكل والله يعننا ويعنكم ويرزقنا ويرزقكم برزق أحلال طيب إن شاء الله زي ما أنتوا شايفين هنا علامة نجاح الكيك لأن طبعا نوعية الطحين بتختلف من مكان لآخر لما بنعمل علامة كده فوق سطح الكيك بتفضل سبتة مش بتختفي يعني معنى كده أن قوام الكيك مزبوط لو لقتي العلامة بتختفي بسرعة ممكن تضيف معلقة أو معلقتين من الطحين عشان يديك القوام المزبوط للكيك طبعا معايا القلب ده هكتب لكم المقاس في صندوق الوصف يكون دهنينه زبدة أو زيت أو السبري آآ وصبت في الكيكة زي ما أنتوا شايفين اهو ممتازة ما شاء الله انتفخت ومرتفعة وهشة مش قادرة أصف لكم يعني هشة جدا طبعا بنعمل الاختبار بالتو سبيكس إنها بتطلع مش مع الجنة هي بتاخد من خمسة واربعين دقيقة لخمسة وخمسين دقيقة في آآ فرن يعني مية وسبعين مية وستين عشان تستوي براحتها لأنها حجمها كبير فبالتالي بتاخد هذا الوقت ممكن تحتاجي الشواء أو ما تحتاجيش حسب لو في مروحة أو ما فيش مروحة آآ بنخرجها طبعا بنسيبها تهدى بس عشر دقيقة عشان ما تتكسرش منك وبعدين لازم نقلبها على رف شبك نقلبها على رف شبكي أصحابي عشان الكيكة آآ بخار المية مايعرقش وتبقى معجنة من الأسفل بنسبها تهدى شوية أنتم معاكم الوقت بقى تهدى يعني تهدى كده أو تبرد نص ساعة أنا بس عشان أختم الفيديو سبتها عشر دقيقة وزي ما أنتوا شايفين الكيكة يعني ريحتها كانت قلب البيت ما شاء الله تبارك الرحمن شايفين مسامتها نعمة ما فيش تجوفات عالية ما فيش حاجة مع الجنة ما فيش أي حاجة ريحتها كانت طبيع يعني غير طبيعية ونعمة جدا بالدوف في التوم يعني هتجربوها ان شاء الله وارجعوا اكتبونا في التعليقات تجربتكم مع الوصفة قبل ما بنزل الوصفة ببقى مجربوها أكتر من مرة وعارفها المشاكل اللي بتحصل وبقولها لك من خلال الملاحظات وبنقول لك الملاحظات عشان الخطأ اللي أنا أقع فيه أو أشوف المشكلة في المقادير ما تقعيش فيه وتخسر المكونات بتاعتك في ظل الغلاء اللي احنا كلنا بنقصر على الجميع يعني الكيكة صدقوني ما شاء الله تبارك الرحمن مش مستحملة هشة جدا خفيفة تحفظ لايك وشير واشتراك السلام عليكم